أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا رسول الله يا حبيب الله وعلى آلك المعصومين الميامين الطيبين الطاهرين المنتجبين لسيما من كان للرسول ولدا وللقرآن سند وللإسلام عضدان وللشيعة كهفان ومعتمدان صغط الرسول وقرة عين البتول الغريب بلا ناصر شهيد العراقين الضامي بين النهرين مولانا ومولى الكون الضامي بين النهرين أبا عبد الله الحسين يا حبيبي يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين حسين يا صلوات الله وملائكة على الجوهرة القدسية في تعيون الإنسية صورة النفس الكلي جواد العالم العقلي بضعة الحقيقة النبوية مطلع الأنوار العلوية عيني عيون الأسرار الفاطمية الناجية لمحبيها عن النار ثمرت شجرة اليقين سيدة نساء العالمين المعروفة بالقدر المجهولة بالقبر قرة عيني الرسول الزهراء البتول نسب المسيح بنى لمريا مسيرة بقيت على طول المدى ذكرى والمجل يشرق من ثلاث مطالعين في مهد فاطمة فما أعلان هي بنت من هي زوج من هي أم من من ذا يداني في الفخار أباها يا ومضة من نور عيني المصطفى غاد الشعوب إذا تروم هداها هو رحمة للعالمين وكعبة الأمال في الدنيا وفي أخرى ولزوج فاطمة بسورتها العتا تاج يفوق الشمس عند ضحاغا في مهد في مهد فاطمة ما غصنان لم ينجبهما في النيرات سواها حسن الحسن الذي صان الجماعة بعدما أمسا تفرقها يحل عراغا وحسين وحسين في الأبرار والأحرار ما أزكى شمائله وما أنداغا هي قدوة للأمهات وأسوة يترسم القمر المنير خطاها يا رسول الله انظر إلى نفسك وروحك وابن عمك قائما على قبري بضعتي مالي وقفت على القبور مسلما مالي 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 وقفت على القبور مسلما يا 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 قبر الحبي فلم يرود جوايا صوتك يا 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 أحباب يا يا أحباب آحباب قال الحبيب وكيف لي بجوابكم وعنا رغيل جنادل وترايا يا يا بي أيم يا بل حسن دنغذ ترى هجموا على أي داري بالنار ما خلوني بس بالنار ما خلوني البس يا علي اخمار الحقل يا كرر بصدري نبات بسمار يا غيرت الله غيرتك ترضى يضربوني وتجيني لطمى فوق عيني تعمي عيوني الحقل يا كرر بصدري نبات بسمار وقفت بنتغى أم المصائب زينب الكبرى قل يا يما لازم الباب ثلثة يام زينب لازم الباب والله تسولف على الظلي والدميع ستشاب شمالك جاد فانتمنا يالتراب حتبنش قائد والله حتبنش قائد شان ما فادل اعتا يعتبنش قائد لتشان ما فايا يادل اعتا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ظللت عن ديني اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا اللهم صلى على محمد وآل محمد وأجل فرجهم في كامل الزيارات باب المئة وثمانية تروى هذه الرواية إن الله اشترط على سيد الأنبياء في مقابل سعدده وأموره ونبوته للأولين والآخرين أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين ويكون نبيا وقائدا للأولين والآخرين اشترط عليه شروط هذه الشروط يقولون ثلاثة الشرط الأول أن يكون مهددا بالإقتيال النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال أنها كانت من اليهود هذه تعرف ببعض العلوم الغريبة مثل ما يقولون اسمها زرقاء كانت تحاول قتل النبي حيث أنه جرتها العلوم والتصرف اللي عندها جرها أنه الآن لقد حان أو قرب ميحان ولادته هذا الخاتم النبيين اللي يخشى أو يخشى منه العرب والعجم على دولهم على أمورهم الآن موجود ومثل ما يقول خلت صفحة أمورها فكالت بميزانها وإذن به موجود في مكة وإذن فيه موجود في بيتها عبد المطلب وإذن فيه موجود كشفت على أنه تحمله آمنة بنت وهب فخططت على أنه تأتي إلى ماشطة آمنة تسوي لها مثل ما يقول المرأة تحتاج فحتى أنها دخلت على الماشطة وأغرتها بالمال وأعطتها سكينا أو خنجرا قالت الله هذا إذا سويت هذا المال إليك بعد هم إذا أنجزت المهمة لك من الأموال مو بس مني من كثير من الذول الطغات الموجودين فجاءت تمشط وكانت على خوف هي تقول لا أدري ما الخوف الذي اعتراني أي الماشطة حتى أنه سقط الخنجر من يدها وكانت آمنة دائما في حالة الحذر من أنه حملك يريد قتله أو إسقاطه كثير من هؤلاء فلما صرخت حذرنا بنات عبد المطلب بنات هاشم فخلصناها أخذنا بها قالت لقد أودت بي وأمرتني بذلك زرقاء في رواية أنه تابعوها قتلت أو هربت إلى اليمن لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى آخر أيامه حتى بالنسبة لعد بعض أزواجه عائشة تقول فسقيناه بعض الأدوة وكان لا يريدها ويقول لا تسقوني ونحن نسقيه فشحطوا حطوا أنه التي سمته امرأة من اليهود زين منين دخلت عليها منين إجيت وين جاءت زين هذه المشكلة اللي كل ما يصير نوع من التفرعون انذبها من على العدو أو انذبها من على الجار مثل ما يقول هذه وحدة الشيء الآخر الذي أخذ على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أن يؤثر الناس على أهله ما عنده من المؤاثرة يعني حتى الناس يقدمهم في هذا الباب على أهله بالنسبة للخدمات اللي ينطيها لهذا لما إجوا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو من تدعي أنك رسول فإننا حينما نحج بيت الله أو نحج إلى أصنامنا عدنا شغلا نسويها وهي القرابين نحن نعتتر فما هي عطرتك نحن شيء تقدم جمال شيء تقدم من الأضاحة اللي يقدمونها من البقر شيء تقدم من الشياه غنم أنت ماذا تقدم فإجا هذا الحديث اللي يروى تقريبا قبل كم سنة كان مورد الحديث اللي سجلت من بعض الأساتذة مية واثنين واربعين طريق اثنين واثمانين طريق من الشيعة زين وستين من السنة الآن بهذا التحقيق الأخير هذا الحديث له ثلاثمائة وخمسين طريق أكثرها أو أكثر من ميتين طريق منها موجود في كتب أبناء العامة وفي قواميس أحاديثهم زين فقالوا ما عترتك أو ما الذي تعتر به لأصنامك أو لمعبودك قال عترتي أهل بيتي فهنا تفاجأوا أنه شلون تعتر هل تأتي بهم وتذبع قال سترون زين والاعتتار شلون صار الاعتتار بلش به هو إما مسموم وإما مقتول هذا الشيء اللي الأمر الثالث أنه يتحمل أخذ عليه الصبر على البلاء تحمل لهذا النبي مو بس ما توتفنوا وراحوا لا لا أمير المؤمنين عدة حديث يقول بقيته أنا وفاطمة والحسن والحسين وذول الجماعة اللي معاهم مثل سلمان أبو ذار المقداد هذول المكروهين عدة جماعة ما بهم يجيبون حتى يسمهم سلمان إلى الآن ما يعرفون يقولون محمدي كون يحطوا للفارسي بابا هو يقول هو يلعن حتى من جاء بإلا لمن لا يعرفه زين يقول أمير المؤمنين عليه السلام لقد مكث أمير المؤمنين عند جثمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حراسة على جثمانه حارسا على جثمان النبي ليش لأن الكل يريد ينهبه وحتى في حتى في دفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي إجوا جماعة قالوا نتفنه في بيت المقدس حيث الأنبياء هناك إجوا جماعة هذول ترك جايين من قبل السقيفة تشويشات هذه للصير إجوا جماعة قالوا لا نتفنه عند عبد المطلب أو عند بني هاشم وجماعة قالوا الأحسن أنه نتفنه كذا هنا وهناك فإجى الدور لأمير المؤمنين قالوا ماذا تقول يا أبا الحسن قال إن الله يقول يدفن النبي حيث ما يقبض بالغرفة يكون يدفن قالوا لأ شوية نأخذ للبقيع قالوا وماذا نصنع بالبقيع إذا الأمر هنا فحفروا فحفروا طرفا من الغرفة غسل هناك دفن هناك النبي صلى الله عليه وعليه 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 تعال شوف الجسم النبي صلى الله عليه وعليه 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 وهذه سرقة جسم النبي ترى مو من اليوم اللي توفى بالنبي لا لا حتى قبل تقريبا بالحرب العالمية قبلها وبعدها صارت أنه يحفر ويؤخذ بزمن الدولة العثمانية بحيث الملك العثماني الخليفة العثماني إجا خلص جسمان النبي وصب أطراف القبر من الرصاص ذوب هذا الرصاص بمسافات حيث بعد لحد يقدر يحفر قبر النبي زين وتتهم بجماعات كثيرة في هذا الباب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول لما دفن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم زين خوفا من أن ينتقم من جثمان فبقينا حتى دفن ولما دفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبتنا عنده أياما وفي رواية أشهرا حتى لا يخذ بالليل حتى لحد يجي جر على جسم النبي لهذا هاي الحالات اللي مرت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولما قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم زين فكان مهدد دائما بالاغتيال كان مهدد دائما بالقات حتى الصحابة هم ذول اللي قل لهم أخو من هب ودب بس كون واحد ياهم هذا صحابي بس كون واحد ضدهم هذا لا هذا الأمر اللي كان مأخوذ على النبي صلى الله عليه وآله وآله هذه الشروط التي كانت النبي صلى الله عليه وآله وآله في حياته ستة من أطفال وبناتها توفوا وهو حي شك قضى العدة فاطمة سلام الله على فاطمة زين فلم يبقى له إلا فاطمة الأولاد إبراهيم والقاسم عبد الله والبنات زينب ورقية وأم كلثوم هذه فاطمة لما يجى دور سيدة زهراء تشوف الروايات تشوف الأمور عجيبة قريبة هو بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم يقول خذوا دينكم عن فاطمة أو من فاطمة دين شنهي اليوم إحنا يقول وجود الإنسان يحتاج لثلاث علوم علم العقائد الذي يدار به العقل وهو في عالم الجبروت يعني حتى الملك يحتاج لعداء العلم حتى الملائكة يحتاج علم النفس وهو يقول له علم الأخلاق أنه الإنسان إذا يريد يرب نفسه كون يروح لعد علم الأخلاق لأنه الأخلاق علم الأخلاق يقسم طاقات النفس يحطها بداية أربعة ثم الأربعة كل منها بين أمرين مثلا تجي لعد الشجاعة أول شيء يقسم على أنه الإنسان عند أربع أربع نفوس أو أربع طاقات يسمونها الروح الروح الملكوتية الروح الشيطانية الروح الشهوية الروح البهيمية وكل وحدة تطلب طاقاتها أي طاقة صارت فوق كل هندن نشة تحت أمرا حتى العقل يصير تحت رأي القوة الشهوية أو الشيطانية قلية العقل حتى الشهوة وحتى حالة البهيمية تصير تحت أمارة العقل لهذا يكون الإنسان ينتبه لهذا يقول لك أنت شلون تجي تقول هذا شجاع أو هذا متهور أو جبان يقول إن الشجاعة بين التهور والجبن إن الكرم بين البخ والبذخ شقد يعددون علماء الأخلاق علماء الأخلاق يعددون يقولون الطاقات اللي عندك اللي تحيط بالمكارم الأخلاقية لا حد ولا حصر لها بهم قالوا لا تحد وتعد سبعمية وخمسين سبعمية سبعمية وثلاثين صفة عندنا العد الإنسان يكون يخلص نفسه هو ليس مبتلي بها لكن الأبواب إذا فتحت يكون يعرف كيف يسكر أهم الشيء الآخر وهو لجسم الإنسان أو عالم الناس وتحتاج إلى باب الفقه الفقه شي علم علم حرمة الأشياء حلية الأشياء وجوب الأشياء هذا واجب هذا غير واجب هذا طاقات التي تجر الإنسان من بدوه هي هذه الأمور لهذا لما نأتي إلى باب العقائد العقائد بعض الأحيان تجر كلمة فيها كلمة واحدة قبل السيدة الزهراء بتسميتها فاطمة كانت فواطم يوم ما كانت 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 فواطم فاطمة بنت أسد أم أمير الموني أكبر من الزهراء يولا ليش لما ولدت فاطمة إجا هذا الحديث وهو أنه لن يدخل لن نفي الأبد لن يدخل الفقر بيتا فيه اسم فاطمة واسم محمد من الرجال ما يدخل الفقر الفقر تجيب الضب بجيوبك يو بيتك يو بخزانتك هذا لا وهو يعدهم خزائن وما يأكلون شي ما يشربون شي ويقلون أنه يرحون ومو لك هذه الأموال القناعة التي تصير وحتى المال لماذا تقول لا المال أيضا لهذا كلمة فاطمة هي كلمة فاطمة بالبيت بركة كلمة فاطمة يمتصار البركة قبل كانت فاطميات قبل كنا فواطم لكن هذا الحديث ما نزل بهن فوين صار والذي يقصد به محبة بك يا فاطمة هذا إذا جاء واحد للإمام الصادر عليه السلام كيب حزين قال ما بك ما جاوب كأنما صاحوا الجماعة قالوا ولدت له بنت وجهه مسودة فارتد وجهه مسودة كئيب وحزين قال ما أسميتها قال فاطمة اختنق بعبرته الإمام الصادر قال فاطمة أنت ما تحب البنات وأنه بتسميها فاطمة ليش حتى يأذيها كرها كأنما بفضل قال إن الله إن الأرض تحملها والسماء تقلها والله يرزقها لا تصرخ بوجهها لا تعكر مزاجها لا تصيح عليها في المنقول يعني غنجها شوية دير بالك فوالله لك موقف إذا سويت هذا يقول ارتدع قال لا تشيل الاسم تحترم الإمام الصادق عليه السلام زين تيجي تشوف هذا الأمر بهذه الكلمة قد مربوق عند الله سبحانه وتعالى لهذا السيدة الزهراء اسمها اسمها هذا التأثير في أنه بالبيت اللي في اسم فاطمة أنه البيت الذي يذكر فيه فاطمة تبعد عنه الشياطين فلا تقربوهم بذنوبكم ليش يجيب الذنوب هذا الباب ما يدخل الشيء اللي موجود يقول رضاها رضا الله كنا إحنا وأنبياء وأئمتنا عليهم السلام كنا إحنا نطلب رضا الله لأنه أمم وإحنا نرضى لرضا الله ما عندنا مشكلة لكن تجي لعدة الزهراء من الله على لسان رسوله يقلهم فاطمة رضاها رضا الله فاطمة إذا رضت زين هي أكو شيء ترضى عنا خلاف مثل أنا وأنت ما احترامي أنا أقول على نفسي ما كوي المعصومين الأنبياء كانوا يطلبونا رضا الله وهم الجماعة هم ترعدهم هاي كل حديث اللي شاب أكلهم كنت أقرب حديث أنه يقل لعد النبي الله يجيب جبرايل ويقل لعد بالله أبو بكر راض أنا رضيت عنه راض عني هاي 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 بيا كفة تحطها بيا باب تحطها بالله هذه البلاء اللي ابتليت الأمة تجي لعد باب تعلمك كيف الإنسان تكون عنده بنت فاطمية كل واحد بن وائل ابن عمر عمر العاص يقل له الله كان إعرابي أم الكعبة وشاف النبي وانبهر بحالة النبي من هذا من هذا هذا ما سكت قال لهذا أبتر وقلت لك الأبتر من سبع معاني إلى سبع عشر معنى عدها فالنبي سمع يعني لا عندك أصل لا عندك فصل لا عندك ذرية لا عندك ولد لا لا هاي العربان بعد شايفه من ته وهس إلى اليوم هذا الكلام أخذ بوجوده الشريف بعده بمكة السنة الرابعة أبيهم يقولون كان فتوجه إلى الكعبة لكن بقلب غير مو مثلك اليوم زار ثم نزل الوحي عليه وهو في الكعبة وهو أمام الكعبة النبي قال له الله يقول لا تروح لعدبيتك الله يقول اليوم الليلة العصر يمت لم ترجع لا ترجع إلى بيتك يا رسول الله وأخبر خديجة أنك لا تراها إلا بعد أربعين يوم وأخبر أصحابك أن أمرك مقيد بأربعين يوم بعبادات خاصة وصوم صوم كل يوم بعد وأنك تذهب إلى بيت فاطمة بنت أسد إلى عمك ياهو عم أبي طالب طبق الأمور خديجة تقول بعض الأحيان يبعث إلي يقول عباس بن عبد المطلب يقول واحد من الصحابة يقول هجئت لأطمئنك يا خديجة ولا تحزني فإن رسول الله يقول إن شاء الله آتي قلت لك وين راح النبي فك اليوم واحد عند هاي مقولة إنشتاين بالنسبة لعد الحركة وبالنسبة لعد هاي النظرية اللي عنده فقلت لبابا احنا سألنا بيت السيد البروجرد قال لي لا شيخ احنا سألنا انا سألت احنا نقول هاي كنت لازين احسدت مشكلتك انا بالعيد وسألت سؤال جاوبناك انشتاين كان عنده دكتور حسابي رحمة الله عليه دكتور حسابي كان في ايران يقول بعدنا اطفال امي مقيدة كثير بزيارة عاشوراء هو بحديث الكساء يقول بحيث من الريد نطلع للمدرسة قبل عشرين دقيقة نقف بالباب تقرأ علينا زيارة عاشوراء وهو الى اخر حياته وكان بامريكا نعم توفى قبل سنين كان بامريكا ورجال يعني فيزيائي مهم وعنده نظريات كثيرة في الفيزياء التقى بانشتاين صداقة بينتهم كانت فيصير خبر عنده هل في تقارن هل في شيء عندكم في الدين بهذه الحركة بهذا الامر اللي انا هسا توقف الحركة عندما تزداد السرعة الى طاقات مثلا اكثر يكتب دكتور حساب يكتب من قبل انشتاين كسؤال الى السيد البروجردي يقل مولانا لقد سألني صديقي انشتاين هل يوجد هذا الشيء ام لا السيد البروجردي ما يقلهم جيبوا كتاب يقلهم انقلوا للرواية من البحار مجلد كذا في معراج النبي وارسلوها اليه نعم وين يقلهم هذا المقطع النبي صلى الله عليه عليه وسلم يقول لما خرجت من البيت من مكة فمررت على حي من احياء العرب فعلق طرفي طرفي هذا ثوبي هو مثل ما نقول الرداء علق بابريق هذا الابريق انهمل اخذ شي صير صب مي يقول انا رحت الى بيت المقدس اخذ ومن هناك جاء البراق وقيت لك البراق اعظم حتى من الملائك الموجودين في العوالم اللي عدنا في السماوات هذا البراق يصف الامام الصادق عليه السلام انه حركة البراق في هذا الباب يقول من عالم السماء السابعة اذا اراد ان يدخل الى الارض في قدم واحد يطويها تطوى له مو انه يطوى مثل ما يقولون العرفاء او الجماعة مثلا دول الصوفي لا لا هذا لهذا حتى بالنسبة لعد حور العين شنه حتى بالنسبة لعد الغلمان شنه وضعهم هذا بحث مفصل في رواياتنا عجيبة غريبة بالاسف الشديد احنا كله رحنا من عقيدتنا اليوم فيقل رجع النبي من رجع هم اسألو قالهم مريت على الحي الفلاني اسألوهم على الابريق انه كذا وكذا فيقل ذهب الى المعراج ورجع يقول النبي ذهبت ورجعت واذا بالابريق يهريق منه يهراق منه الماء او يهريق ماءه الابريق هذا راح النبي واجه توقف زمان صار الحركة لما فالمرحوم الشيخ الكني لي اسس جامعة الامام الصادق جعفر الصادق في طهران يقول انا اسمعت ايضا من الخواص انه خلوا بحث حول التشيع لماذا لا تنشر هذه المعالم وينشتين وينشتين ريال يهودي حتى الشيخ يقول والله سمعت احدهم يقول لقد تشيع او كان هو بنفسه يقول انا كنت طالع الاناجيل الاربع المعروفة ومن بعدها نهملت على القرآن الكريم واي من العلماء انا لا نريد هذا لكن قصدي انه شوف الحركات او الامور للصير زين والوضع اللي يصير فالنبي يروح ابن عباس يقول معارج النبي كانت معراجان معراج كرامة ومعراج معاجز المعاجز شقد تريد تحمل منها والكرامة يقول على رأسها كرم بابنته فاطمة اربعين يوم صايم النبي ويشترك الكل ممن يدخل عليه في افطاره يوم الاربعين في رواية جاء الافطار من وفي رواية انه اخذ النبي عرج به حتى ابن عباس يقول عرج بالنبي اكثر من مية واربعة وعشرين مرة السنة يقولون مرتين او اربعة حاروا جسمانيا ام ان ينكذكا وانه ابتيحتونا حتى احنا الماشيين وراه هاي مشكلتنا زين فالنبي صلى الله عليه وعلي وسلم من بعد الاربعين في احدى معارجه في احد معراجاته التي عرجها يقول افطرت في الجنة فقيل لي هذه نطفة فاطمة يجي نبش كثير عنده واجبات سبع واجب عليه احنا ما ومن صلاة الليل يكون ثلث مرات ومن اعطاء ومن كذا ومن صلاة ركعتين ومن يكون في فراشه قبل ما يروح الفراش يصلي ركعتين ويكون على وضو وإلى ما هنالك زين ربي أن أأتي فجاء جبرايل قال لقد أنزلت علي عنك الركعتين ما نريد منك فأحست خديجة سلام الله عليه تقول لما طرق الباب كان ليلا فخرجت من وراء الباب قلت من الذي أخذ بحلقة باب لا تليق بهذا الوقت إلا بنبي الله وخاتم الأنبياء محمد قال هو أنا هو أنا هو أنا افتحي ففتحت له فقبلته زين إلى أن رأيت عليه أنوارا قال إن الله بشرني تلت فاطمة خديجة لقد جفاكي النساء جفتكي قل إن الذي الذي بطني يؤنس ني هذه الحالات التي تجي إلها النبي صلى الله عليه وعلي وعلي وسلم يقول هذه زهرة أشمها فأشفى جواحد أعمى للنبي رأسا لاذا ورستا هو النبي ما يعرف لا يعرف حتى يبين لأنا وإنت بلش قد نقدر هذه المعرفة ينأخذها يقل يقلها بني إنه أعمى قالت نعم أبتاه لكنك أنت تقول فاطمة زهرة أشمها فأشفى فإذا دخل وأنا عندك فهذا الأعمى يشم فإذا شم شفي إذا شفي عفي إذا عفي نظر إذا نظر بصر يشوفني فيأخذها يحتضنها يقبلها أنت شايف أعظم الأنبياء يقبل يد ابنته أنت شايف ستة أشهر بالباب يريد يطلع يطلع متقهقر هي تركض تبكي تقول أبتا ما هذا الصنيع لماذا تسوه أبتا أني أخشى أنا أموت من وراك يقول أبني والله ليس مني بل إنما أمرني ربي ابن عباس يقول ستة أشهر أو ثمانية أشهر هذه التي يسوي لها لم يجعل حديث لم يجعل شيء اليوم الحركات التي جعل أصير الأمور التي جعل أصير بالعالم عجيبة غريبة ونحن لم نتبهين أنه أهل البيت عليه السلام لما كانوا في هذا الباب ماذا يقولون ماذا يريدون في هذا الباب في هذه الأشياء التي ذكرون خطبة السيدة الزهراء بل عليك اسمعها ولو مرة ولو مرتين ولو كل يوم ولو أنت وماشى بطريقك اسمعها وشوف شتحس شوف شتحس فيها ما تخلي شيء ما تبين هذه الخطبة هذه الخطبة التي كانت ولا زالت وكل يوم يقول لك هذه الخطبة فيها أمور وفيها مسائل وفيها وفيها زين لكن بالأسف الشديد تشوف بعض الناس تشوف البعض لا يفهم ولا يعي ماذا كان في هذه الخطبة أو في هذه من جملة الأشياء التي لدينا يبحثوها كعقائد اليوم نحن كثر نعرف عن عقائدنا أنا أسألك سؤال وأسأل نفسي الأذان ما هو حكم بالشرع الأذان فقهيا شين هو حكم بالشرع مستحب غير بالأحكام الشرعية تقول مستحب زين متى نزل الأذان وشلون نزل الأذان كيفية نزول الأذان على رسول الله من تجي لعد هذا الوادي تشوف الأمور تختلف منا أو بيننا وبين الجماعة الجماعة شي يقولون يقولون إن الأذان الذي جاء على رسول الله هذا الأذان من ين يجي وكيف يجي يقولون والله واحد من الصحابة هذا اللي من الصحابة يجي زين وشاف منام شاف منام هذا المنام لما شاف هذا الصحابة الإمام سلام الله عليه من يسمع بهذه الياهو ليسمع الإمام الحسين عليه السلام يقول لعنكم الله أتسندون دعاء أو أتسندون أمرا قام به الله أو أمر به الله على هذه الحالة ويلكم لقد أنزله جبرائيل في معراج النبي على سمع النبي ولما يجوا العربان يقولون لأن للكنائس نواقيس وإن لليهود تشايف أذان اليهود طلعوا على اليوتيوب وشوفوا عدهم أذان وما يخلهم كل أحد يأذن يكون واحد عده صوت وصوتهم أصواتهم حلوة لأذنون إذا تشوفهم حسنا متفى من الكلام لكن الصوت وترجيحات وترجيحات فالشيء عجيب غريب موجود على اليوتيوب شوفوا فالنبي صلى الله عليه وآله قال لأي ماكو مشكلة يا جبريل متى قال يأتي النداء فنقوله لك فيجي يجي النداء على أنه هذا الأذان يا رسول الله يبدأ بالتكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الأذان اللي عدنا يام بزمن رسول الله إجا هذا الأذان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله بزمن النبي شكي اشتكوا جماعة على سلمان المحمدي وعلى أبي ذر قالوا لقد على المئذن وأذن أبو ذر قائلا أشهد أن علي ولي الله قال خير ما قال إجا واحد آخر قال يا رسول الله أسمعت سلمان ماذا يقول قال لش يقول أشهد أن علي ولي الله قال كما قال أما سمعتموني قلت من كنت مولاه فعلي فهذا علي مولاه اللهم والي من واله وعادي من عاده وانصر من نصره واخذل شهيوين 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 انت بس بذاك المكان هذا النبي صلى الله عليه وعلي وعلي سلم على أن عدنا هذه الرواية موجودة أو عدنا هذا الباب موجود أنه كان يقول إي والله أو خير ما قال زين أكو بعض روايات عندنا في الأذان هذا الأذان لما كان بزمن الأول هم كان بزمن الثاني نص من أو كلمات من أو حي على خير العمل يقول كانت في زمن الثاني وبعد مدة من الزمن حذف حي على خير العمل إحنا بكتبنا يرووها هواي من علماء الكبار مثل الشيخ الصدوق زين أمثال وتلامث يقولون الأذان كان مربع الشهادات أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن حفلها من صلى على محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن فاطمة حجة الله وحجة الحجج حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاة حي على الفلاة حي على خير العمل هذه شالها هذه الأقا شالها يقولون لما شالها حط بمكانها شحط بمكانها شحط بمكانها الصبح حط بمكانها الصلاة خير من النوم يعني نحن ناخذ بكلام الأخ الصلاة خير من النوم ونترك كلام الله وكلام رسوله وكلام الأئمة حي على خير العمل يستحب وفي روايات عدنا إذا قال المؤذن أو أذنت لنفسك بحي على خير العمل يجب عليك أن تقول الوجوب يعني كما قلت في الأذان أخلاقيا ولائيا نبويا أن تقول محمد وعلي خير البشر وفي روايات عدنا لا لما تقول أشهد لما تقول حي على خير العمل فيجب أيضا عليك تتبعه بمن محمد وعلي خير البشر هذا يقول لما كانت هذه بعد حي على خير العمل فحذفوها لكي لا يؤتى بخير البشر بخيرية البشر هذا الأذان بالدول اللي مرت مثلا عندنا الدولة الحمدانية يقولون عنها كانت أيضا قسم منها بإيران وبغداد مية وخمسين سنة أفتت العلماء بحي على خير العمل وبالشهادة الثالثة أشهد أن علي ولي الله وبعضهم أفتى بأشهد أن فاطمة حجة الله وحجة الحجج حتى أشهد أن علي ولي الله يقولون العجيبة يعني بعض علماء يقول بعض الفقهاء ومو فقهات اليوم جاي وصار مجتهد لا لما نقول يعني الزعماء المذهب اللي فوق المجتهد اللي فوق المرجعية اللي بزمانة ما كان مرجع غيره مثل الشيخ المفيد مثل الشيخ الطوسي زين هذول الناس اللي نجيهم فيقولون أشهد أن علي ولي الله حي على خير العمل خاصة يدققون في حي على خير العمل من لم يفهم معناها فأذانه أو أمره أو عبادته باطلة يا ناس عنش كثير نقول حي على خير العمل أشهد أن ما ندري معناها يقول اللي ما يعرف معناها صلاة باطلة أو لم يأخذ لهذا كنت تعرف معناها لهذا كنت نعرف على أنه زين هذا الكلام طويل إن شاء الله نخصص لفد موقع آخر ووقت آخر تعال شوف هو الأذان شين فائدته في فائدة نعم وين فائدته يقول الأول ما يولد الطفل نحن نشعدنا نلعقه به بمن تربة الحسين تراب كربلة نؤذن في أذنه اليمنى ونقيم في أنت هذا ما ترحي على خير العمل شنو تريد لقنا وكنت تعرف ها لا فشوف وين الأذان يدخل أول كلام يقصد به الطفل الرضيع الذي لا يتكلم ولا يفهم أو أنا وياك نقول ما يسمع أنا ما يعرف شني ما شني كأنما مثل الواحد يقول شيء أو صوت يطون هذا أنا وياك شن وما شن أول ولادتنا مؤمنا وابونا دورونا واحد من أمثالكم جنابكم مثلا الطيبين قالوا أبويا أذن بإذن هذا الطفل وبعض الأحيان تشوف هذا يأذن يجي العالم الآخر يأذن يجي الجد يأذن يجي الملة يأذن يجي الشيخ يأذن ليش كل ما صار هذا الأذان كأنما هذا الذهن الفكر السمع كأنما يوضع فيه آلة ومحطة وإذا تريد تقول أكثر بعد من هذا توحيدي هذا الأذان إفادته في ولادة الطفل هل قد يقولون عند أثر بحيث أنه دائما يحن ويئن على هذا الصوت أو على مفاهيم هذا الصوت هذا الصوت بأنه أول صوت أو أول شيء يحتمي به أو يأخذه من بقية الأصوات وعند تأثير بعد يقول بابا الأذان اللي مصر عدة ذرية أنا شفت المرحوم السيد الطبسي من أحد علمائنا كان من الأساتذة الكبار يدرس بحث خارج قال لي شيخنا ميتين وستين واحد يجوني ما أصير عدهم ذرية مو عشر وعشر ميتين وستين يقول لي والله قلت لهم التزموا بالأذان فإن الله يرزقكم أطفالا فلما قاموا الكل بشروني على أنه صارت عندهم ذرية يحيي هذه الكلمات شو تسوي أكو كلمات فيها حياة أكو كلمات فيها أمور عجيبة قريبة أكو كلمات اللي يشوف رزقه قليل يأذن بوقت الأذان هل يجب علينا أن نأتي بالأذان فقط فقط لا دائما نجيب البيت الذي فيه أذان لا يدخله الشيطان لا تدخله الجن لا تدخله الأشياء الفاحشة كله فحش يقل أذن وشوف كل ما تشوف رصيد الشيطان يكثر عليك أذن بالبر بالبيت بالكذا الأم الأبو الأطفال خير بيت فيه الأذان من الجميع نأذن هذا الأذان عنده تأثير تشوف مكانة تريد تروح تصلح بين جماعة أذن لعد روحك وروح فيه زين رزقك ومورك أطفالك ما هم على هداوة أذن عندك حزن عندك كآبة عندك مشكلة تريد تفهم الآخرين أذن لهذا السيدة الزهراء سلام الله عليها طلبت من من يأذن ها مؤذن رسول الله راياه بلال بلال من توفى النبي من استشهد النبي ما أذن ليش يا بلال لماذا لا تؤذن قال أنا قلت بعد وراء رسول الله ما أذن اللي سووا شميعهم سبعة أيام ثمانت أيام أحرقوا بابا يقف عليه رسول الله يقف على الباب قائلاً قائلاً هل تأذنون لمحمد بالدخول هل تأذنون هل تأذنون لمحمد بالدخول تطلع ما تقول أبع البيت بيتك والأم أو البنت ابنتك فما هذا السؤال ليش يش تقول بابا والله إنك تحرق قلبي بابا بعدك بسلامتك مثل ما يقول بعدك بطولك بعدك بكل شي يقلها ابني والله ما أنا بل إنما أمرني به يا ربي عجيب زين تطلع ترايح للحرم غير رايح لعد شخصية كبيرة رأساً ما تدير قفاك شرف النبي اللي يشوف حتى الوراب غير ما يدير عدله الصفوف الصف الثالث بيخلل الصف الرابع بيخلل الصف العاشر بيخلل هو واقف قدام يقول له يا رسول الله يقول خلفي وأمامي شيء واحد وإذن به شي يسوي لعد فاطمة من يجي لا لا يروح متقهقر حتى وجه بوجه فاطمة أبا لماذا هذا يقول هؤل الله هكذا أمرني ربي بابا هاي الروايات ترى مو مننا إحنا بس حتى عد السنة هاي أم أم المسلمين شي تقول هاي شي تقول إذا دخلت عليه قام إليها قبلها وقبل في رواية قبل يدها وأجلسها مجلسه ثم جلس قبالها وإذا دخل عليها قامت من مجلسها قبلت يديه أجلسته مجلسها وجلست قبالها شايف إيش هذا مزح هذا والله لأنه بنت هذا أوامر إلهية فتقله مريدا مؤذن رسول الله بلال يؤذن هو شقايل أنا تعهدت طيب تعهدت وعد مثل ما يقول حلفت ما أذن بعد رسول الله هو ليش راح لعد لعد الشام وندفن هنا بين بني هاشم بين قبور بني هاشم هنا موجود في الشام يقول لأنه ما كان يؤذن فضربوه وأبعدوه أشياء عجيبة تسمع أنا ذاك اليوم أقرر رواية يقول عمر بن الخطاب لما دنا دنا موته ود بنت مدري ابنة على عايشة قالها يا أم المسلمين هل تأذني لي أن أدفن عنده لأنك أنت الوارثة حجيب قبل كم يوم زي فاطمة زهرا ما كانت وارثة شلون هسا صار قبل كم يوم النبي ما يورث شلون هسا صار يورث والإرث كله لحد عايشة شلون يصير هذي بابا ما صير عايشة ترث كل الكل لك الثمن لك التسع من الثمن وفي الكل تصرفت هسلنا وصارت هي الكل بالكل وتريد يدفنونك هناك حتى ترضى عليك الوارثة سيدة زهراء وتشق الورقة وين هذا العلم كان وين كان مخب على اين اجوا لعد بلال قبل سنت او حلفت اليمين تتعرف اذا تحلف يمين وتكسر يمينك كنت كفارة كفارتك اش كفرت يوث ثلاثة يوم صوم وعشرة مساكين تطعم عشرة مساكين ما سو هاي قالوا لقال من الذي يريد الاذان قال وفاطمة قال سبحان الله انا قسمت لكن تقولون فاطمة اذا القسم ما يمشي على فاطمة لا احتاج كفارة ولا احتاج شيء ان شاء الله ظهرا واذن اجا الظهور ياذن صعد المئذنة ان الله وملائكته يصلون على النبية ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله الله اكبر الله اكبر إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله زاد نحيب فاطمة أي وفاطمة أي وفاطمة صوتك أي وفاطمة أي وفاطمة روح من الحظم خلصة عمر اليوم تالية أريد الحاق ببوي اليوم والشيلة الجرع علي لا تشني أريد وصيك يا بل حسن بوصي عدواني الهضموني ما أريدني حضروني والقبر شيعوني غسلني بظلام الليل يا كرار ودفني زادت لو عتغام أخذها النحيب استندت إلى الحائط أمير المؤمنين جلس بجانب غام أولادها بجانب غال آخر هذا يمسح على يد غام هذه زينب تقبل غام تضع يدغى على كتف أمغى أيوى مصيبتا وإذا بالمؤذن بلا لينادي أشهد أن محمد الرسول الله صلى الله عليه وعالم وإذا بقى أغمي عليها وقعت بين أيدي غمي وفاطمة أراد أن يكرر أشهد أن محمد الرسول الله وإذا بصوت يا بلال اقطع الأذان إن أمنا فاطمة ماتت لما سمعت بيسمع بها في الأذان ولم ترى أيوى مصيبتا أيوى فاطمة يقول نزل من على المئذن نزل من على المئذن باكيا بلا مال متوجعا إلى قبل رسول الله سيدي لعمن أوكل تقاذي العزيز عرق بين صحبك غريب ذليل أبويا صحبك يا أبويا ما رعوني هجموا علي وضربوني وبصيعة أبويا لوعوني والله نزلوا علي وعلمتوني يقول حتى أنه رشوها بشيء من الماء فلما رشوها بشيء من الماء وإذا انبهى بأبي وأمي أفاغت فحمدوا الله قالت أدخلوني إلى محلي نومي وفرشتي أدخلوا غدام ومار حتى ما بقت إلا أيام قليلة وإذا انبهى أيوة سيداه أيوة رسول الله وإذا انبهى الصوت وعليك السلام يا جبرايل وعليك السلام يا ميكايل وعليك السلام يا قابض الأرواح يا ملك الموت ثم التفتت يمينا منادي وعليك السلام يا أبدا حنات أنت بكات أيها سيداه مدأت يديها مدأت قدميها أسبلت يديها لا هجاب ذكر ربها أدارت بعينيها في قرفةها هو إذا انبها فاضت روحها الطيبة الطاغرة أيوة سيدته أيوة فاطمتاه أيوة بتولاه أيوة أم أبي قايا يقول حتى بأبي وأميهم اجتمعوا عليها وسمعوا أخل المدينة النحيب والعويل والبكاء جاءوا إليهم قالوا لقد أجل تشيعها ودفنها فلت الناس وراحت وإذا بالليل تقول أسمى بنت عميس قال أريد منكم أن لا يعلو صراخكم أن لا يعلو صراخكم هدأنا هو إذا بأمير المؤمنين وضع يده على الحائط وأخذ ينحب نحيبا وبكاء عاليا قلت سيدي تمنعنا وأنت تبكي قال لا تلومين مددت يدي على عضدها فحسسته ورايتك الدملج من تلك الضرباية التي ضربها اللعيم على عضدها ويدها يقول دفنا فاطم أبو ذر يقول قال لي خذ الحسنين وأنا على أثاركم أخذت الحسن باليمين والحسين بيسار أجرهما إلى الأمام ويجران إلى الوراج جئت إلى أمير المؤمنين قلت سيدي لا أطيق أن أأخذهما معي وأنت بهذه الحالة أخشى أن يفضحنا الصباح فقام أمير المؤمنين حتى وصلنا الدعار وإذا بسواد بالباب وإذا بخزين السلام عليك يا زينب حتى يقول الليلة الأخرى جاء أمير المؤمنين والحسين معهم قال سيدتي نومت الأطفال هدأتهم لكن كلما أردت أن أهدئ حسينك فلم يهدأ فاضطررت أن آتي بقي إلى قبرك هذا حسينك وإذا بالصود أي حسين كيف حال أختك زينب إقلا بقين يا يم أبقين عقب عينيش يتام والله يتام يتام واللي يلكل مآننا أصد الوالد راعي الشهام أي والله أصد الوالد راعي الشهام بعينيش يوم غابة الروح خمد نور الزيتشية وخية من الليل ويتام ما تجر حسرات بالويل وبحسين بن عشهع الزميشي ينوح ينوح ودمعت الفراق الأحباب شيحة وعلي مكسور ضغر يناديا وسفراحة الزهر شيحة يناديا وسفراحة يناديا وسفراحة يناديا وسفراحة يناديا وسفراحة بطول شلون ترحيم تعوفينا بعجل يا يا قرتي العين تمنيت العمر ويا نتقضين تراه العيش بعدك لا هنوطا اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآله واحشرنا في زمرتهم ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا أرنا الطلع الرشيدة والقرة الحميدة واكحل نواظرنا بنظرة منا إليه عجل فرجه سهل مقرجة أوسع منهجه اجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه من له حاجة قلدنا الدعاء شفاء المرضى فك الأسرى أموات الحضور تعجيل الظهور رفع الهم والغم عن بلادنا عن مقدساتنا خاصة في النجف في كربلا في الكاظمين في سامراء في العراق في لبنان في إيران في أفغان في الخليج في الحرمين الشريفين من له حاجة قلدنا الدعاء حفظي جيشنا حفظي حشدنا حفظي جميع شبابنا بالنبي وآله خاصة الإخوة المنظورين من له حاجة قلدنا الدعاء من يريد الذرية وعدنا قصيدهم أيضا نسأل الله سبحانه وتعالى في القبول من رجولنا العزيز فإلى جميع شهدائنا أمواتنا رفع الهم والغم وهذه الظلامات وهذه المشاكل عن أمة رسول الله وعن أمة محمد وآل محمد وإلى أموات الحضور تعجيل الظهور من يستمع إلى مجالس فاطمة الزهراء السلام الله عليها في هذه الأيام الفاطمية رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد الله صلي على محمد وآل محمد الله صلي على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة 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 عدنا جريمة قتل ناتجها أم وطفل والجاني رد يعترف وإحنا فتحنا السجل ساعدني الله يساعدك عدنا جريمة قتل ناتجها أم وطفل عدنا جريمة قتل ناتجها أم وطفل والجاني رد يعترف وإحنا فتحنا السجل عدنا جريمة قتل ناتجها أم وطفل والجاني رد يعترف وإحنا فتحنا وإحنا فتحنا سجلهم رؤوسي الجريمة فتحنا سجلهم رؤوسي الجريمة أخذنا اعترفات خطيرة وأليمة يشرحون تفاصيل جناية عظيمة يشرحون تفاصيل كلمين رواقصة عنه جميته فعلي وفعلي يختلف وإحنا فتحنا السجل فعلي وفعلي يختلف وإحنا فتحنا السجل والجاني رد يعترف وإحنا فتحنا السجل الشخص قال أنا اللي شعلت نار على الباب الشخص قال أنا اللي شعلت نار على الباب حركت ودخلنا ولا كان بالحساب لفت الزجية ورى الباب بالأحجاب لقيت الزجية ورى الباب بالأحجاب تنادي يا بوي لو أنهل العراب ولونها العراب تنادي يا بوي ولونها العراب قال أنا شفت العجب وجه البتول انضرب قال أنا شفت العجب وجه البتول شف في الصفح صليف وإحنا فتحنا شف في الصفح صليف وإحنا شفت العجب وجه البتول وإذ شفتها ترى الباب ثقيلة وعليها دفعتها عصرتها لحد ما توني سمعتها يا زهراء عصرتها لحد ما توني سمعتها أنا عصرتها بقهر أسمع ضلع عنكسر أنا لولا وما يعف وإحنا فتحنا السجل أنا لولا وما يعف وإحنا فتحنا السجل عدنا جريمة قتل ناتج أمي وطفل والجان 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 وإحنا يقولي صفعتها وشف الدم بديها يقولي صفعتها وشف الدم بديها أثاري دمعها من جفنها الزيجية أثاري الدمع من جفنها الزيجية سبعها وكانها غريبة وسبية تقلي حجابي وقلهاش علي سبيت أبوها وبشد سبيت أبوها وبشد وتحسرت ما حجد خفت الأرض تنخسف وإحنا فتحنا السجل خفت الأرض تنخسف وإحنا فتحنا السجل إعدنا جريمة قتل ناتج أمي وطفل إعدنا جريمة قتل ناتج أمي وطفل والجاني رد وإحنا فتحنا السجل والجاني رد وحنا فتحنا السجل الشخص قال شفتها وشفد غم حزنها زحفتي مشو تقومي الدور على ابنها يجي قنفض بصوت رغم دام جفنها ولها وضربها وغد زرق متنها يا زحفة واحد دفعها برمح يصطرها فوق الجرح واحد دفعها برمح يصطرها فوق الجرح إحنا نكرنا العرف وإحنا فتحنا السجل إحنا نكرنا العرف وإحنا فتحنا السجل عدنا جريمة قتل ناتج أمي وطفل عدنا جريمة قتل ناتج أمي وطفل والجاني راد يعترف وأحنا فتحنا السجل والجاني راد يعترف وأحنا فتحنا السجل الشخص قال أنا ثاني ثنية نجوها الشخص قال أنا ثانية ثنية نجوها وديعى رسول الله لا ترحموها إذا صاح تنزجي يضربوها تقيدون بعلها وتشتمون أبوها عندي قلوب ناصبي أكثر ضلوع النبي خلي الحقيد ينكشف وحنا فتح خلي الحقيد ينكشف وحنا عند جريمة قلوب ناصبي أحسنتم جزاكم الله الخير إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان رحم الله من قرأ صورة الفاتحة مسبقة بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صلوه محمد وآل محمد محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر